السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة شيوات سهلة واقتصادية نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة جيدة يا رب عواش لكم مباركة الله يدخل عليكم العيد إن شاء الله بصحة والسلامة و بكل ما كنتمنى اليوم جيت نشارك معكم بريوش دي الشهداء اللي كي يجي خفيف قطني من ألد ما يكون بطريقة سهلة ومكونات بسيطة طريقة ناجحة مليون في المئة غيجيكم مرتب خفيف قطني شهوة منه يحمر لكم وجهكم قدام عائلتكم وضيافكم إن شاء الله توجدوه المائدة عيد الفطر كي يجي أكتر من رائع بحجم عائلي مكونات بسيطة خليكم مع الفيديو باش كتشفوا معي المقادير وطريقة التحضير وإذا عجبكم الفيديو أخواتي ما تبخلوش علي بتشجيعات ديلكم بجمل الفيديو جزاكم الله خيرا وبسم الله على بركة الله هناخدو هنا أنديرو فيه جوج كؤوس ديال الماء الدافي هنضيف عليهم ملعقة كبيرة من خميرة ديال العجين جوج ملاعقة كبار من السكر حبيبات هنضيف سكر الفانيلا اللي غنسم به من بعد هنضيف ربع ملعقة صغيرة من الملح كذلك هنضيف جوج ملاعقة كبار من الحليب المجفف أو الحليب بودرة كنخلط هاد المكونات مع بعضياتها هكا بطرة بليداوي فقط حتى كد نساج مليا مع بعضياتها من بعد غنضيف هنايا بياض بيضة والأصفار غنحتفظ به باش ندهن به البريوش ديالي في الأخير كي ملاحظتوا معايا من بعد غنضيف نصف كاس ديال الزيت النباتية وغنخلط الكل جيدا حتى كينساج مليا العناصر هنضفت ربع ملعقة صغيرة من الملح من بعض أنا بدأ نضيف الدقيق الأبيض هنايا عبرت هنايا عندي 500 جرام ديال الدقيق الأبيض أنا بدأ نضيف شوية بشوية وفي الأخير هنقول لكم مش حال حتاجيت بالضبط ديال دقيق واش كفاتني 500 جرام أو لا نقصت أو لا زد هنايا كما شفتوا كنضيف شوية بشوية وانا كنخلط هنا في الأول بالطراب اليداوي كندخل الكمية ديال الدقيق من بعد كنضيف كمية أخرى احتاجت قلية العجين ديك ساعز غنحيل الفوه وغنكمل العجين بليد ديالي هنايا من بعد ما ضفت 500 جرام ديال الدقيق اللي عندي كاملة العجين ديالي باقي كتل الصق يعني باقي محتاجات دقيق ضفت ما زل واحد الكاس ديال الدقيق حطيته حدايا وانا كنضيف شوية بشوية كما شفتوا معايا يعني درت 600 جرام ديال دقيق اي ما يعادل استاديا الكؤوس ديال العنبه كما شفتوا معايا دا اول كاس اللي ضفت يعني ضفت النصف في الاول من بعد ضفت النصف دياله يعني كملت استاديا الكيسان ديال دقيق مزيان بها طريقة هذي بالنسبة للزبدة تستعمل الزبدة ديال العلبة وممكن استعملوا ديال العلبة او ديال التوراق اللي متوفرة عندكم نحاول ندخلها في العجين مزيان زيان ومن بعد غننزلها فوق سطح العمل باش ندلكها واحد شوية وتنسج مليا مع ذيك الزبدة وضروري ما تبقى وترش الدقيق هكا فوق سطح العمل لان العجين اللي كنضيفه لها ديك الزبدة كتبقى تلسق لنا كتبقى بحالي اللي كتجراءها وتاني واحد شوية كن بدن نضيف الدقيق هكا فوق سطح العمل وكندلك العجين ديالي مزيان 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 حتى كتولي بهذا القوام هذا وما كتبقاش تلسق هذا هو القوام اللي خصان تحصلوا عليه كنحصلوا على واحد العجينة مدلوكة مزيان ورخوة نفس الوقت ما كتلتسقش في اليدين هنرجعها لهذا الانه هدف اشخلطها ونخليها تختامر مزيان ضروري ما نغطيوها بشي بلاستيك عدائي وبشي منديل ونخليوها تختامر مزيان مزيان ويتضعها في الحجم ديالها وهنايا من بعد ما اختمرت لي العجين واضع في الحجم ديالها تقريبا نخدت لي مدة نصف ساعة كنرجع لها غنحولها كنجمها غير واحد شوية كما شفتوا العجين كتكون كلها فوقعة هذا دليل لان العجينة ناجحة مئة في المئة كنحول نقطع هكا كويرات اللي هم صغارين قد حجم ديال المشمشات قريبا من بعد ما كنكون كمز الكويرات ديالي كاملين درتهم هكا صغيرين كنغطيهم هكا بشي بشي بلاستيكا ولا بشي منديل دابا كنناخد الكويرات ديالي كنبدا نصرح هكا غير واحد شوية ما كنحتاج لا زيت لا دقيق على العجين ما كتبقاش تلتصق هنايا غنعمر نصف بالجبن كما شفتوا عندي جبن متلات قطعتوه قطعة واحدة ديال الجبن كنقطعها هكا القطعة الصغيرة كنقطعت قريبا الخمسة ديال القطعة الصغيرة جدا هنا بدا نعمر به القطعة ديالي بهذا الشكل هادا وانا غنخلطه من دير النصف بالجبن والنصف الاخير هنعمره بالشوكولاتة الحشو كي يبقى لكم اختياري ممكن تعمروا كل شي بالفروماج او لا كل شي بالشوكولاتة او لا تخلطو كيما درت انايا مهم كنستمر هكا حتى غنعمر الكويرات ديالي كاملين كيما شفتوا كان دير قطعة من الجبن في الواسط وكان نكور الكويرات ديالي بهذا الشكل ومن بعد كن اخذ واحد الصيني انا غنستعمل هاد المربعه هدي دهنتها بالزيت وفرشت الورق ديال الطاهي في التحت ديالها والجواني بدهنتهم بالزيت ورشيت عليهم الدقيق بالنسبة الكويرات كيما اكتلكم كان عمر نصف بالجبن ونصف بالشوكولاتة وكان حاول نخلفهم هكا في الطوا كندير وحده بالجبن وكان دير حدها وحده بالشوكولاتة وغانستمر هكا وكان حطوهم هكا حدا بعضياتهم باش من اللي يطيبون ان شاء الله غيتلاسقوا يجيون على شكل شهده وكي يجيوا عالين وخاتلاسقهم هكا مع بعضياتهم من اللي كي طيبو كي تجي عالية وماشاء الله ملاسقة وكلها زوينة وخفيفة بالزب كيما شفتوا معايا غانستمر هكا حتى غانعمر الصينية ديالي بالكامل وغان نخليهم يخمروا للمرة التانية هاد المرة ما كيستغرقوش وقت طويل تقريبا واحد عشر دقائق من بعد ما اختامروا ليه سخنت على الفرن باش يسخنوا ده بغان دهنهم باصفر بيضاء اللي مخلطة معه القليل من الحليب والقليل من الخل غان دهنهم مزيان من الوجه ديالهم وغان حاول دهنهم حتى دوك الجوانب وغاندخلهم الفران اللي مصخن من قبل مليك ندخلهم كنقص العافية كنخليهم يطيبوا على خاطرهم هنا بعد ما اخرجتها من الفرن مباشرة هي ربقة سخونة غان حاول نضيف لها هكا قطع ديال الشوكولاتة ما بين وحدة وحدة كتزيين فقط اختياري وبما انني عندي غير الشوكولاتة العادي خليتوا هكا حتى خرجتها من الفرن نضيفه معها محدة بقى سخونة غايدوا بواحد شوية وبقالية بحالك مزيينها اللي كانت عندكم شوكولاتة ديال كوكيز دوك حبيبة شوكولاتة تقدروا تديرهم معها من الاول ودخلوها للفرن ومن بعد غندهنها كاملة مربة ديال المشميش اللي كانت تعطيها ديال المعان كالجيزوينة معاه والتزيين كي يبقى اختياري رشيت فوق منها هكا شوية ديال ارقائق اللوز ايفيلي تزيين كي يبقى لكم الاختيار وهنايا خليتها واحد شوية حتى ادفت واحد شوية حتى بردات هنايا غن نديموليها من المول غنحاولها كندوص غير بواحد الموس عقام الجواني بغير باش نتأكد انها ملاسقاش كنحركها كده المول ديالي كنحاول نقلها بها الشكل هذا ومن بعد غنحيدها بكل سهولة رغمكها تلتصمت حاجة وكتجي خفيفة بحل لقطة والشكل ديالها جد راقي والمداق ديالها الديد الديد بززاف كنتمنا تجربوها من كل قبيل انا فعلا كتستحق تجريبها وكيما شويتوا معي طريقتها جد مبساطة وسهلة ضغية تحضريها ما فيها اجتمارة ولا مجهود كتير كنتمنتنا الاعجاب ديالكم ويدعج بكم الفيديو اخواتي ما تبخلوش عليا بتشجيعاتكم اللي كتخليني مستمرة وكتفرحني بزاف ما تبخلوش عليا بجامل الفيديو كذلك تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا وتبارتاجي الفيديو هكا مع الاصدقاء والاحباب ديالكم في مواقع تواصل اجتماعي لكي تعم الفائدة هنا ايغا كنحاول نقسم لكم واحدة من الواسات اللي معمرة بالجوم كيما شفتوا كتجي رائعة وكتجي لعجيدة خفيفة بحلقتنا رائعة جدا كنتمنتنا الاعجاب ديالكم وجربوها اراها غتعجبكم بزاف وما غتندموش عليا كنشكركم جزيلا شكر على المتابعة ديالكم المستمرة وهنايا نخليكم الى فيديو قادم بابن الله دومتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر